الحكومة السورية تقرر الحجزة على اموال رجل الاعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الاسد واحد اشهر اعضاء النخبة الحاكمة في سوريا تطور اعقب اسابيع من تصعود الخلاف بين الحكومة ومخلوف بشأن ضرائب متأخرة على شركة اتصالات يمتلكها الاخيرة والذي طالما كان ينظر له على انه رجل الاعمال الاقوى والاكثر نفوذا في سوريا مخلوف ظهر منذ يومين معلنا ان السلطات السورية اعطته مهلة للاستقال من رئاسة شركة سيريتل المشغل الاساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا وإلا فانها ستسحب ترخيص الشركة واعلن رفضه لاستقال وحمل مخلوف الحكومة مسئولية انهيار شركته باعتبارها احد مصادر الدخل الوطني لسوريا وهو ما ظهر على انهيار الليرة السورية مؤخرا وهو الانهيار الاكبر منذ بداية الحرب في سوريا ظهر مخلوف بشكل مكثف خلال الاسابيع الماضية موجها اتهامات لحكومة الرئيس السوري بالاضطهاد وبمحاولة اجباره على دفع ضرائب غير قانونية تبلغ مئة مليون دولار وطلب الرئيس السوري بالتدخل فيما ظهرت ترجحات بان مخلوف كثف ظهوره عبر السوشيال ميديا بعد فشل التواصل مع الاسد او الوصول الى تسوية مع حكومته ازمة مخلوف اعتبرتها صحيفة تايمز البريطانية دليلا على وجود تصدع داخل الدائرة الحاكمة في سوريا واشارت ان سبب الخلاف مالي ويتعلق بسداد ديون الحرب في سوريا وقالت انه يمتلك العديد من كبرى الشركات السورية في مجالات الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط وكان يسيطر على نحو 60% من الاقتصاد السورية قبل اندلاع الازمة في 2011 ترجمة نانسي قنقر